موجز أخبار التناصح أعلنت النيابة العامة اليوم الأربعاء حبس مفوض مالي بشركة توريد معدات ومستلزمات طبية لتعاونه مع أحد قادة قطاع الصحة في بلدية زوارة على خلفية اختلاس 4 ملايين و 870 ألف دينار مقابل توريدات وهمية وأضح مكتب النائب العام الأربعاء أن المبلغ جرى استخدامه في شراء عقارات بترابلس وانتهى التحقيق بحبس مفوض الشركة احتياطيا على ذمة القضية أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس استمرار عدوان قوات الاحتلال الصهيوني على مدينة جنين ومخيمها لليوم الثالث على التوالي ما أسفر عن استشهاد 11 مواطنا وإصابة واعتقال المئات بحث وزير الاقتصاد محمد الحويج مع الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين محمد شكيب آلية عمل البطاقة العربية الموحدة ووجه الحويج الأربعاء هيئة الإشراف على التأمين لوضع رؤية تطوير قطاع التأمين والرفع من كفاءة الشركات المحلية بقطاع التأمين وتحسين مستوى الخدمات اشتركوا في القناة